سيادة النايب وانت هنا ممثل للشعب خلينا نتكلم عن منطق الشعب منطق الناس منطق المواطنين الظروف طبعا صعبة وزي ما احنا بنقول الظاهرة دي مش والدة النهاردة من الستينات والناس بتروح ترمي نفسها في البحر بحثا عن الحلم بتاع الثراء والفرص العمل والعيشة في الدول المتقدمة هو السؤال المهم ايه اللي يخلي شاب عارف انه غالبا غالبا حيموت ممكن غالبا يعني الناس اللي سألناهم في الكاميرات المرحة اللي بعتناها في رشيد والبحيرة وكذا ما قلتنهم كده قلتنهم انت بتبع عارف ان انت رايح توصل قالك لا ده انا عارف انه ستين سبعين في المية الماركب مش هتوصل احبوتا كذا انا بلعب على عشرين تنتين في المية يعني واحد بيراهن بعمره عشان عشر عشرين في المية في ظل انه اه انا عارف الاوضاع صعبة بس برضو انت ممكن تشتغل هنا ممكن تعمل حاجة هنا طيب خلينا بس نفصل بين كلمة تحليل السبب يعني احنا بنحلل الاسباب بالشكل الجديد اللي شفناه واصلناله بالعدد والكمية والشكل اللي وصله الناس المهاجرين غير شرعية دلوقتي وعزين نفصل بينه بين العارض او ليه وسنن العارض ده يعني نفصل بين حاجتين التحليل بتاع الحدث ده انه هو الكمية كترت النوع المهاجرين اختلف وسيلة النقل اختلفت بشكل لدرجة ان احنا يعني الناس بقى تشتري مركب يعني بيتفقوا مع ناس يشتروا مركب والمركب ما ترجعش تاني فما فيه السلامة بحرية ولا نقل بحري ولا فالنوع الوسيلة نفسها تغير انا اسف النقطة اللي بتقولها دي مهمة ودي يعني تذكرة مننا للسادة المسؤولين عن الحيلة الجديدة اللي بيعملوها زمان فعلا كان في لوكا صغيرة ولا مركب صغير كده وبتاعه مش عارف ايه يطلع دلوقتي بقى عشان باستثمار بالملايين والمليارات لان ده بزنس مربح جدا لتجار الموت وصمصرة الموت بيروح لصياد يروح يقول له مركبك ده بكام يقول له مثلا بمثلين ألف جنيه يقول له انا حديك فيها تلتمائة ألف جنيه نص مليون جنيه فطبعا الصياد حلم عمره ياخد الفلوس ويقول له كل المطلوب منك تروح تعمل محضر ان المركب ده فقدت او تسرق اوش يرجع هو عشان يأمن نفسه الصياد عشان المركب يتعمل بها حادثة مش يشي بس يقول له روح يمضي بس اعمل محضر ان المركب دي فقدت او غرقت او مش عارف ايه بس ياخده المركب دي ويتجروا بها في الموت كمان الشكل اللي اتعاملت به الحكومة والسلطة في حل المشكلة والازمة عبر التلات يام اللي فاتوا يعني الشكل والطريقة من اول بقى السلامة البحرية للانقاذ من الداخلية والقوات البرية والقوات الجوية والشكل اللي اتعاملت به وسائل الاعلام كمان وكمان البرلمانيين يعني فيه كده توليفة جديدة للموضوع للتحليل القصة نفسها احنا وصندل فيه ده غير بقى الاسباب الحقيقية بقى الاقتصادية والانمائية والتوعية اللي احنا بنتكلم فيه بقى انه سنة سنين وبتكتر وبنوصل الاخر ان رغم كل الاجرات اللي حصلت عبر الخمسين ستين سنة اللي فاتت ما وصلتش للدرجة ان احنا نضحط او نبطل او نخل بدي انه فيش حد مثلا من ايطاليا بيجينا مصر هربان بمركب يعني نظر العكس طول الوقت طيب انا عايز اتكلم في الاول في التحليل يعني تحليل الناس كان الاول شباب دلوقتي قصر كان الاول الافاركا كمان اللي بيجي وخشوا البلد مين اللي بدخلهم بيخشوا ازاي هو احنا بلد سبية كده كل الناس بتخش عندنا عشان تروحها جايين ليه الناس دي اريتريا والصومال داخلوا ازاي وبيخرجوا ازاي اه لا على فكرة بيخشوا وبيدخلوا برضو في ناس بتسهلهم طبعا انا بقولك عشان نبحث القصة لازم نعرف بيخشوا ازاي وبيطلقوا ازاي اه طبعا ليه جايين على اساس تمامي الشباب ده ما هو الشباب ده بقى عيال خمستاشر سنة واربعتاشر سنة يعني لدرجة ان هو ايه طبعا هو ما كفحش حاجة ولا وصل لدرجة ان هو مثلا في مصر عنده مشكلة في الشغل وعنده مشكلة لا ده بقى هو عنده فكرة من الجيل بتاعه هو صغير ان مهما يعمل ومهما يوصل ومهما يشتغل اصلا مفيش فايدة يعني هو وصل لدرجة ان هو كمان ما عندوش فكرة انه يشتغل او يجرب يعني ده نوع جديد من ال لا ده فيه نقطة بهمة اللي اضافة العاج بتقوله انه لما تسأل وتنزل لتفاصيل الحالة تكتشف ان فيه فلوس كتير بتتدفع كتير يعني فيه شاب قالك انا بيعت امي مش عارف ايه واستنافت بتاع كذا وصلت لحد حاجة وستين الف جنيه فاللي عارف يجمع حاجة وستين الف جنيه فيه تمانين بيوصل لتمانين ساعة خانا بس عشان بس من تحملش ناس اكتر من همها يعني او من زنبها يعني فيه ناس بتنمضي وصلت امامها عشان تقيت لعوض المعظم انا بقول لحضرتك تب تتكلم على ناس بتستلف وناس بس في النهاية بتجمع مبلغ واللي بيبايع عبو قرات الارض ولا مش عارف كذا فالمبلغ انت جمعته ده بدل ما تفكر ترميل لسمثار الموت ما ممكن تعمل فعلا مشروع صغير ما هو برضو مشروع صغير ما هو شايف نمازج كتير قوي تاجروا بمشاريع صغيرة ومانكحوش وفشل بس في ناس بس احنا بس بنتكلم ان معظم الناس اللي مهاجرة ما دفعتش فلوس ما دينش اصالات امانة على اساس انهم بيمدق اصالات امانة على نفسهم بالتلاتين الف للناس التجاري السمثار ما فيش فلوس بتفع يعني ممكن السمثار يصفرني يبلوشي يصفرك بايصال امانة اذا كان انا يا رئيس انا السمثار عارف ان انت مش هتوصل لا عارف ان هتوصل وممكن ان هو بقى لو اشتغل وحصل حاجة بيرجعه او مرجعش خلاص اهله هو ما بيدفعه يعني وصلنا لدرجة حتى ان العيلة كلها بتبقى محطوطة تحت طائلة القانون عشان فكرة الامل في الهوس السفر وهوس الغربة وهوس ان هم حقاوي احلامهم وطموحاتهم برضو شكل الناس في رشيدة عملت وقفة صبح وقطعت الطريق برضو الاجراءات الحكومية اللي حصلت في اليومين 3 اللي فاتت بديه غير كافية الناس قعدت كتير قوي قبل ما انتشر الجسس او المعاملة في المستشفى وتوزيحها وطريقة توزيحها مفيش مسؤول عن الازمة اقدر اكلمه واحد مين المسؤول مباشرة لما تحلح ازمة زي دي في مصر اقدر اكلمه هو المدير هو غريب كمان رئيس